فريق تجمع الدستوري لسيد نائب مصطفى البكوري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صف الله السيد الرئيس السيدة الوزراء السيدات والسادة النواب محترمي يشرفني أن أتدخل لفريق باسم فريق تجمع الدستوري في المناقشة والمصادقة على مشروع قانون 13-21 المتعلق باستعمالات المصروع للقنة بالهندي وذلك بعد المصادقة عليه في لجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنة وسياسة المدينة هذا المشروع المهم الذي أعدته الحكومة على شجاعتها السياسية في فتح ملف اجتماعي واقتصادي وقانوني مثيراً للجدل الإعلامي والسياسي محلياً ووطنياً ودولياً طالما أن هذه النبتة ظلت لعقود محل نصات وإنتاج واستعمال وتجارة غير المصروعة قانوناً وقضاءاً وأخلاقاً إلى أنه نصات موجود فعلاً على أرض الواقع يستفيد منه من يستفيد ويتضرر منه الجميع بحكم عدم شرعيته وعدم قانونيته وملابسة الاتجار فيه والاستغلال في ترويجه ونقله وتحويله لذا فإن فريق التجمع الدستوري رحب بكل مسؤولية بهذا المشروع الرامي إلى إعادة توجيه استعمال هذه النبتة في الاتجاه الصحيح والاستفاد منها لأغراض صالحة ومقبولة طبية وصناعية واجتماعية وقانونية بدلاً من الاستعمالات المتداولة حالياً بشكل مدر هذا بالإضافة إلى انتشار الطلب على منتوج القنب الهندي ومشتقاته المستخرجة منه وما أفرزه هذا الإقبال على المواد المستخرجة منه من واقع تجاري منظم ومتشابك تؤثره شبكات التجار الدولي في المخدرات وتحركه مصالح هذه الشبكات المؤترة المتحكمة في تجارة وتوزيع القنب الهندي وجني أرباح على حساب المزارعين البسطاء والمشتغلين في مزارع وحقول إنتاج نبتة القنب الهندي مقابل دخل جد محدود إلى أن أثار وتداعيات هذا النشاط تنعكس سلباً على بلادنا وعلى السمع الاجتماعي للمنطقة المنتجة لها وطالما تعرض المغرب لحملات وتصفية حسابة إعلامية لقد آن الأوان لوضع حد لهذه السلبيات والحملات التي تعرض سمعة بلادنا للتشوير خصوصاً بعد ظهور توجه دولي وتقنين استعمالات نبدة القنب الهندي وإعادة توجيه هذه الاستعمالات لأغراض مشروعات بأبعاد صناعية وصحية ومدنية وبدون أضرار اجتماعية ذلك أن البنية الانتاجية التي تشكلت عبر عقود من الممارسات الميدانية للنشاط الانتاجي لهذه الزراعة سيظل قائماً وسيتم إدماجه بشكل إيجابي وشرعي في هذا التحول الجديد الذي يحمله مشروع القانون محل مناقصة في هذه الجلسة التسريعية التاريخية سيد رئيس إن هذا المشروع الذي نناقشه اليوم لم يأتي من فراغ بل كان حصيلة نقاش وتحول مبني على دراسات علمية اقتصادية وفنية وتجارب دولية في هذا المجال فقد تابعنا في فريقنا التطورات الجديدة المؤطرة لاستعمالات المشروعة للقنة بالهندي التي اعتمدتها بلدان عديدة ناهزت الخمسين بلدا من مختلف القرات وإن هذا الموقف الدولي الجديد تعزز بمبادرة منظمة الصحة العالمية في إعادة تصنيف نبتة القنة بالهندي في انسجام وملاءمة مع مستجدات البحث العلمي التي أقرت بوجود فوائد طبية وعلاجية لهذه النبتة بالإضافة إلى الاستعمالات الأخرى المتصلة بالصناعة والزراعة وتقنيات التجميل وبناء على ما سبق من مستجدات فإن العديد من الدول سارعت إلى مراجعة مقاربتها لاستعمالات القنة بالهندي بحيث رخصت استعمالات بصدور تشريعات تنظم كيفية وشروط الاستفادة من خصائصها العلاجية والطبية والصناعية وغيرها وذلك بتقنين سلسلة زراعة زراعية وتحويل ونقل وتوزيع واستراد وتصدير النبتة ومشتقاتها ومجالات استعمالاتها المشروعة وللتذكير التاريخي تجدر الإشارة إلى أن المغرب بادر مبكراً ومنذ بداية بداية العشرينيات من القرن الماضي إلى اعتماد قانون يؤثر زراعة الكيف وذلك بعد صدور ظاهير جوج دجنبر 1922 الذي ظل ساري مفعول إلى غاية 24 أبريل 1954 تاريخ وضع حد لزراعة القنب الهندي واستعمالاته في كافة الأنشطة وانسجاماً مع هذا التشريع صادق المغرب على الاتفاق الأممي الموقع في نيويورك سنة 1961 والمعدلة بالبروتوكول الصادر سنة 1972 ومواكبة للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وقرارها الجديد بحد في القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي لاقمة علاجية لها بناء على ما سبق اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في 11 فبراير 2020 وقامت بإنجاز دراسة حديثة حول مدى جدوى تطوير نبدة القنب الهندي وفرص استعمالاته لأغراض طبية وصناعية وتجميلية كما ننوه في فريقنا بهذه المناسبة بأهمية اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة الداخلية والسكنة وسياسة المدينة بمقر مجلس النواب في الأسابيع الأخيرة والذي قدمت فيه عروض تخللتها مناقشات جدة ومعمقة تناولت مختلف الدراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي نقاش مدعم بالأرقام والإحصائيات والبيانات المقنعة بجدوى تطوير الاستعمالات الجديدة للقنب الهندي انطلاقاً من واقع زراعة وإنتاج وتحويل هذه النبتة المثيرة للجدل مما سهم في توضيح الرؤية واستجلاء المواقف من التوجه الجديد للاستعمالات المصروعة للقنب لأغراض تعود بالفائدة على الجميع وتحد من الانعكاسات السلبية لاتجارة الغير المصروعة في زراعة واستعمال هذه النبتة بحكم جودة المنتوج الوطني وموقع المغرب القريب من أسواق للسهلاك والطلب في هذا المنتوج المدعوم بالإمكانيات الزراعية المتوفرة في المنطقة التاريخي للقنب الهندي ونتوخى في فريقنا أن تكون لهذه المبادرة التشريعية أبعاد اجتماعية وإنسانية وتنموية على ساكنة هذه المنطقة التاريخية التي عاشت ساكنتها النصيط ألواناً من المضايقات والمعاناة والحيف المستمر لعقود لقد آن الأوان لرفع هذا الكابوس الجاثم على الأبرياء من شبهة المتابعات والوشايات الكاذبة المتبادلة والاتهامات الكيدية التي يستغلها محركوا شبكات الاتزار في المخدرات والتهريب والاتزار في البصر والمستفيدين الفعليين من تزارة الكيف ومن أجل تحرير الساكنة وطمأنة المتضررين من التراكمات السلبية التي رافقت الاتزار الغير المسروع في المخدرات بذر فريقنا إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى طي صفحة الماضي والمآسي التي تعرضت لها ساكنة المنطقة التاريخية لزراعة القنب الهندي بوضع حد للمتابعة المترتبة عن الوشايات الكاذبة والكيدية التي تلاحق ساكنة المنطقة والتي لها ضحايا من أفراد وعائلات مشردة ومشتتة نتمنى أن تأخذ هذه المبادرة التشريعية طريقها لنكون من المساهمين في إعادة التمأنين والأمن الاجتماعي والقانوني لضحايا التزارة الغير المشروعة في القنب الهندي وفتح صفحة جديدة ببعد إنساني واجتماعي وتنموي وتصالحي مع المنطقة مع المنطقة سيد رئيس المحترام سيد الوزير المحترام إحداث جهات يبدو جليا من قراءة هذا المشروع المجهود الذي بودل في إعداده وفي هندسته ومضامينه المتكاملة والعناصر الأساسية التي تتوزع عليها مواد هذه المشروع وفق أربعة محاور أولا ضرورة الحصول على الترخيص للقيام بالأنشطة التي يتطلبها الاستغلال هذه النبتة من زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد تانيا إحداد جهاز الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وذلك للقيام بالتنسيق بين جميع القطاعات والأطراف والمؤسسات والشركاء الوطنيين والدوليين تحقيقا لتنمية السلسلة الفلاحية والصناعية التي تعنا بالقنب الهندي إضافة إلى ممارسة الرفاهية على الالتزام بتنفيذ التشريع والتنظيم الجديد للقنب الهندي تالتا تنظيم المزارعين في تعاونيات فلاحية وفقا للقانون المؤطن للتعاونيات قانون 1212 ولزوم تسليم المحاصل الزراعية لشركات التصنية وتصدير تحت رقابة الوكالة سنوا نظام للعقوبات الرادعة لمخالف مقتضايات القانون رقم 13 21 والذي سيعزز بمجموعة مهمة من النصوص التنظيمية المحالعة لها في صلب مشروع القانون هناك واقع على الأرض يجب أخذه بعين الاعتبار والحكمة والحكامة لأن تنزيل مقتضايات هذا المسروع سيحدث تغييرا وقطيعا مع مرحلة تاريخية ومتزدرة في أعماق التجمعات السكنية التي اعتادت واعتمدت على استغلال أراضيها الوعرة بزرع نبتة نبتة الكيف وجني محصولها توارتت هذه الصنعة من جيل لآخر مثلما توارتت تلك القطع الأرضي التي تستغلها وهي دائما في نزاع العقاري حول هذه الاستغلالات الزراعية الصغيرة وخصوصا مع إدارة المياه والغابات نزاعات لا تنتهي أمام المحاكم كلما عمدت هذه لإدارة ترسيم الحدود الغابوية المتصلة بأملاك السكان التي ورتوها عن أجدادهم والحيازة والاستغلال سيد الرئيس لقد استقبلنا في فريقنا مجموعة كبيرة من ممتل جمعيات مدنية وحقوقية لها دراية بالشأن الزراعي المحلي لنبتة القنة الهندي وما يتفرع عنها من قضايا اجتماعية ومنازعات وملاحقات ومتابعات وأبحاث أمنية تمس حتى الأبرياء بمجرد الاشتراك في الإسم العائلي أو تشابه الأسماء أو مطابقتها كما تقدموا باقتراحات بعد اطلاعهم على مسروع القانون 13-21 الذي نناقشه اليوم ومسؤوليتنا السياسية تقتضي منا نقلها بكل أمانة للاستفاد منها مساهمة منا في الانتقال السلس والآمن والآمن من زراعة غير المسروع قانونيا وقائمة فعلا على أرض الواقع إلى نمط زراعي مصروع ودامج لسكان المناطق التاريخية لزراعات الكيف ومناطق التوسع في الاستراتيجية التي رسمتها الدولة للارتقاء بهذه المناطق المعنية بالزراع وتمنياتنا على أسس جديدة وتنميتها على أسس جديدة ووفق نموذج تنموي جديد خاصة بهذه المناطق يرتكز على بط الثقة وتبديد مخاوف الساكنة وطمأنتهم بفائد النموذج الزراعي القادم وأن التغيير المرتقب سيكون مدخلا لوضع حد لمخلفات الماضي سيد وتحرير الساكنة الجبلية والريفية المستغلة للأراضي التي تزرع فيها نبتة قنب الهندي من قبضة الوسطاء والمستغلين الحقيقيين لعرق جبين المزارعين مع ضرورة عقد مصالحة اجتماعية مع السلطات الأمنية والإدارية والإدارية المحلية ومعالجة المخلفات الجنائية ببعد اجتماعي وإنساني وحقوقي بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة شفافة وانيقة ونقية وأفاق واعدة أمام مزارع وشباب المناطق المعنية كجزء من حل هذا الملف الشائك والمصالح مع القانون والمشروعية سيد الرئيس إن فريق تجمع الدستوري بحكم مسؤولية جميع مكوناته ووعيه السياسي والمجتمعي وقناعته الثامنة بجدوى التوجه الجديد للاستعمالات المفيدة للقنة بالهندي تفاعلنا مع المبادرة الحكومية بكل إيجابية وتبصر وساهمنا في تقديم تعديلات لإغناء هذا المشروع وتجويده وصوتنا بالقبول بالإيجاب في اللجنة وانسجاما مع قناعتنا ووعينا بما ستجنيه بلادنا ومجتمعنا من هذا التحول الجديد في استخدام هذه الزراعة التاريخية وفي الختام فإننا نؤكد تصويتنا الإيجابي على مضامن هذا النص التشريعي البالغ الأهمية في هذه الجلسة التاريخية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لسيد نائب ترجمة نانسي قنقر